السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا عدد الحالات في ألمانيا تجاوزت الآن 51 ألف حالة وعدد الوفيات وصلت إلى 356 والناس اللي عبتسألني كمان عن عدد الحالات التي شوفيت مو كل المقاطعات في ألمانيا عبتبعت أرقام للغوبة كوخ انسيتوت ولكن عدد الحالات الشفاء كمان وصلت إلى 5600 شخص على الأقل المسبة أكيد المعلومة المهمة اللي عبتسألوني عندنا كثير من الناس المتحدث بسم مكتب المستشارة الألمانية أكد في مقابلة مع صحيفة الشبيغل في ألمانيا أنه ألمانيا لن تفكر بتغيير الإجراءات الحالية قبل 20 أبريل 24 من الشهر القادم يعني لهذاك الوقت الإجراءات الحالية على الأقل لهذاك التاريخ رح تضل سارية وبعد هذا التاريخ سيتم التفكير طبقا للأرقام والأوضاع في ألمانيا إذا كانت الحالات تزداد بشكل كبير رح يمددوا على الأغلب الإجراءات ممكن يشددوها أكتر كمان وإذا تراجعت العداد بشكل كبير أو عدد الإصابات الجديدة خف بشكل كبير قد يتم التفكير بتخفيف الإجراءات الحالية ولكن على خطوات وقلنا أنه في حديث كمان عن أنه ممكن أول شي يسمحوا للفئات العمرية المنخفضة بتخفيف الإجراءات عنهم وبعدها تدريجيا إلى الفئات العمرية الأعلى اللي هنن أكتر شي عليهم خطر هذا الشي أكدته كمان المستشرة الألمانية البارحة من خلال تسجيل إزاعي من بيتها تحدثت فيه وشكرت الألمانيا ومجتمع الألمانيا عن التزامه إلى حد كبير بالتعليمات الحالية شكرتهم من كل قلبي هذا الشكر لكم جميعا كمان لكل الناس اللي يعب تلتزم وقالت أنه أكدت أنه الإجراءات الحالية الضرورية أنه تستمر لبين ما نقدر يعني أن نتجاوز هالمرحلة بالنسبة لصندوق المساعدات اللي تحدثنا عنه في وقت سابق طبعا البرلمان الألماني البوندستاك صادق عليه وأيضا مجلس الولايات البوندستاك صادق عليه وصار قارون نافذ وكتير من الطلبات الآن عبتجي لكل المقاطعات في ألمانيا الطلبات يعني بمئات الألاف مثل ما عبي قولوا فكل الناس صار فيها تقدم الآن للحصول على مساعدات بالنسبة لألمانيا مستمرة في مساعدة الشركاء الأوروبيين وخاصة إيطاليا الآن الجيش الألماني بنفسه عب يقوم بنقل الناس من إيطاليا إلى ألمانيا عن طريق الطائرات العسكرية الحالات الحارجية عب يتم العلاجة الآن في ألمانيا اللي تخفيف الضغط على إيطاليا بالنسبة لأسبانيا كمان سجلوا أول مرة حالات وفيات 800 شخص خلال يوم واحد وارتفعت عدد الحالات وتجاوزت 72 ألف شخص إذن الأوضاع في أوروبا وخاصة في إيطاليا وإسبانيا صعب للغاية على عكس ألمانيا اللي متل ما عمشوف لسه الأعداد قليلة خاصة حالات الوفاة الشيء الملفت للنظر إنه المفوضية الأوروبية فيها الظروف عمتتتحدث عن وضع خطط لبدء الخروج من هذه الحالة وإنه هاي الحالة ما ممكن تستمر بهذا الشكل لأنه عمتتأثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل كتير كبير وهذا الشيء منطقي ولكن عمتتحدث عن إنه إجراءات الخروج من الإجراءات المشددة الحالية رح تكون موحدة أو عمتطالب إنه تكون موحدة على مستوى أوروبا باعتبار أوروبا تقريبا كلها الآن يعني عندها حالات وإن كانت متفاوطة في القوة ولكن تقريبا كله أوروبا وضع صعب حاليا أيضا أوليات المتحدة الأمريكية وضع صعب جدا والأرقام عم تزداد بشكل كتير كبير والأمريكا تجاوزت الآن فيها عدد الحالات المائة ألف شخص وأصعب المناطق الآن عندهم منطقة نيويورك كمان الوضع فيها صعب جدا ولكن لو نظرنا أيضا للوضع العالمي التقارير عب تتحدث الآن عن عودة زيادة الحالات في كوريا في اليابان وحتى الصين عب تقول أنه عنا عب تظهر حالات جديدة ولكن مستوردة يعني من خارج الصين ونحن قضينا تماما على الموضوع ولكن اللي عب تطلع عنا الآن مؤمن عنا من خارج الصين اللي لاحظته أنا أنه فيه تشكيك حذر وغير مباشر للصين أنه إذا كانت عب تنشر أو إحصائياتها كانت صحيحة مئة بالمئة الكل عب يقول أنه حسب الإحصاءات الرسمية الصينية أنه عندهم الحالات تراجعت وسيطروا على الوضع والآن عب يخففوا القيود على مدينة فوهان يعني وهالمناطق ولكن يبدو فيه تشكيك مبطل ما حدا الآن عب يسترجي ينتقد الصين بشكل مباشر ولكن لو أخذنا الموضوع يعني بشكل منطقي أيضا يعني وفكرنا هل فعلا تم السيطرة عليه بشكل كامل مثل ما عب تم رسميا نشر المعلومات أنه تم السيطرة عليه يعني هل أنا وسيطر على منطقة إذا أغلقت منطقة فيها 90 مليون شخص إذا أنا أغلقتها يعني أد ألمانيا إذا نحن أغلقنا ألمانيا ولأن ألمانيا مغلقة تقريبا هل سينتهي هذا الموضوع بهيك إجراء حتى الإجراءات الثانية يعني الفرض للتجول منع التجول أو تشديد إجراءات التجول في البلد أو ما انتشر لأي منطقة تانية يعني في الصين أو في هاي الأعداد أو الحقائق اللي أنا عب تثبت أنه حتى الدول اللي سيطرت عليه بشكل سريع أول شيء مثل كوريا الجنوبية واليابان وهي اللي أنا عب ترجع بتزداد الحالات عندهم وإن كان بشكل طفيف ليس بشكل كبير ولكن إلا بيكون في حالات موجودة وعب يرجع بانتشر مرة تانية هاي كانت أهم المعلومات عن مستوى ألمانيا وأوروبا والعالم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته